يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على ضياء حياتنا المشرق ونورها المتألق سلام على منبع الطهري المتدافع المتدفق إمام زماننا الحجة بن الحسن القائم بالحق سلام على شيعته ومنتظريه سلام عليكم ما بين واقعين واقع الدنيا وواقع الدين إنه حديث سمر بين المحبين وزبدة قول للمنتظرين الحلقة الخامسة يعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراغ مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور العباسيون القدماء والجدد هذا هو عنوان حلقتنا وهذا هو الجزء الأول من هذا العنوان والبداية من سؤال أجبت عليه في برامجي السابقة لكنني أريد أن أجيب على هذا السؤال بنحو من التفصيل يكون أوضح وأبين مما تناولته في برامجي المتقدمة السؤال هل أن مرجعية النجاف وحكومة المنطقة الخضراء في بغداد هم العباسيون الجدد الجواب على هذا السؤال سيكون في هذه الحلقة وما بعدها بحسب ما يقتضيه المقام ابتداء لابد أن أشير إلى نقاط مهمة ترتبط بهذا الجواب أنا لا أعلم الغيب وحينما أقول لا أعلم الغيب فإنني أتحدث أتحدث عن جانب الغيب الذي يرتبط بوقائع الأيام وحقائق ما يجري فيها من الأمور الغيب مراتبه ومنازله لا تعد ولا تحصى نحن لا نعلم الغيب بل لا نقترب من فنائه أنا لا أتحدث عن الغيوب الإلهية والغيوب المحمدية العلوية أنا أتحدث عن الوقائع التي تجري على الأرض في عالمنا الترابي ماذا سيكون في الأسبوع القادم ماذا سيجري في صبيحة يوم غد في الحقيقة هذا ما هو بغيب إذا أردنا أن نقيسه إلى حقائق غيب الغيوب لكنه غيب بالنسبة لي ولكم فكل ما يغيب عن إدراكنا وكل ما يغيب عن عقولنا هو غيب بالنسبة لنا الأحداث التي تجري مثلا الآن في البرازيل في هذه اللحظة بل الأحداث التي تجري في بيتي الآن وأنا وأنا أحدثكم بنحو مباشر من استوديو قناة القمر ما يجري في بيتي الآن هو بالنسبة لي غيب فأنا فأنا أتحدث هنا عن الغيب بهذا المعنى أما غيب الغيوب فذلك شأن لا علاقة لنا به لا من غريب ولا من بعيد نحن غاطسون في جهلنا وغاطسون في نقصنا هذا هو واقع الآدميين الذين يعيشون على تراب الأرض فأين التراب وأين رب الأرباب هذه هي الحقيقة على أي حال أنا لا أعلم الغيبة بالمعنى الذي أشرت إلي لا أعلم الغيبة في حده المطلق ولا في حده المقيد ما هو الفارق بين الغيب في حده المطلق والغيب في حده المقيد غيب الأحداث المطلق المطلق يعلمه يعلمه المعصوم وهو الذي يدبره ويدير أمره ما يقع في دائرة البداء وما لا يقع في دائرة البداء التفاصيل الكاملة للأحداث والوقائع التي ستقع في قادم الأيام الإمام المعصوم عالم بمجرياتها وتفاصيلها وجزئياتها وهل أنها ستخضع لقانون البداء أو أنها لا تخضع بحسب الملابسات المحيطة بتلك الأحداث والوقائع علم المعصوم بتفاصيل الأحداث ولأنه هو الذي يدير منظومة البداء وقانون البداء خاضع لولايته مثل ما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم وقانون البداء شيء ذليل في دائرة ولاية المعصوم صلوات الله عليه هذا هو علم الغيب المطلق فيما يرتبط بالأحداث والوقائع قلت لكم وأذكركم أنا لا أتحدث عن غيب الغيوب عن حقائق الغيب العميقة أنا أحدثكم عن الأشياء التي تغيب عن ذهني تغيب عن أذهاننا إن كانت تقع الآن أو أنها ستقع في يوم غد وما بعد يوم غد بالنسبة للمعصوم هذا لا يعد غيبة هذا لا يعد غيبة لأن علم المعصوم في الماضي والحاضر والمستقبل علم واحد هناك نقطة واحدة يتجمع فيها الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة للمعصوم صلوات الله عليه أنا لا أريد أن أحدثكم عن علم المعصوم هنا لكنني أضطر لتوضيح بعض المطالب لأجلي أن تعرف مقصدي من الحديث حينما أقول من أنني لا أعلم الغيب كما أنتم لا تعلمون الغيب نحن لا نعلم الغيب فحينما نتحدث في موضوع كالموضوع الذي أريد أن أحدثكم عن فإنني لا أتحدث عن الغيب الغيب المقيد ما تطلع عليه الملائكة في عملها وتدبيرها لشؤون هذا العالم خصوصا ما يرتبط بحياة الناس والحيوانات على وجه الأرض أو بحياتي دواب السماوات في الأفلاك والأبراج والكواكب الأخرى هم في غالب الأحيان لا يكونون مطلعين على تفاصيل قانون البداء بخصوص ما أمروا به يؤمرون بشيء ولكن بعد ذلك يمنعون من تنفيذه لماذا؟ لأن البداء قد فعل في هذه الواقعة هناك من الملائكة من يكونون على علم بتطبيقات قانون البداء في بعض الوقائع والأحداث الملائكة مراتب الملائكة الذين هم يشرفون على جموع كثيرة من الملائكة العاملين والفاعلين هؤلاء يطلعون على تفاصيل قانون البداء وتطبيقاته خلاصة الكلام أنا وأنتم لسنا مطلعين لا على الغيب غيب الأحداث والوقائع في الأفق المطلق ولا على غيب الأحداث والوقائع في الأفق المقيد الأفق المقيد أن يطلع المطلع على الوقائع والأحداث من دون أن يكون عارفا بتفاصيل قانون البداء هل ستخضع هذه الأحداث لقانون البداء أم أنها لا تخضع فحينما نتحدث في مثل هذه الموضوعات كموضوع العباسيين الجدد أنا لا أتحدث عن الطلاع على غيب مطلق أو على غيب مقيد هذا أولا وثانيا لا أمتلك المعطيات الكاملة هل تحدث الأئمة بكل التفاصيل وإنني أستبعد هذا لأن شؤون الغيبة والظهور سرية بيّن لنا أئمتنا منها ما لا يتعارض مع سريتها على أي حال أنا متأكد من أنني لا أمتلك المعطيات الكاملة لأن الأمر في غاية السرية من جهته ولذا فإن البيانات التي وصلتنا بيانات مختضبة وما تحدث به أئمتنا صلوات الله عليهم لم يصلنا كاملا وحتى الذي وصلنا فلقد تعرض للتحريف والتصحيف وهناك نقطة ثالثة حينما أحدثكم في مثل هذه الموضوعات فإنني لا أقوم بلي أعناق الأحاديث والروايات كي أدفع بها إلى الجهة التي أريد الحديث عنها ما هذا أسلوب ولا هذه طريقة وجديلة في الحديث والشرح والبيان إذن لا بد أن تعرف من أنني حين أحدثكم عن العباسيين الجدد لا أدعي علم الغيب بنحوه المطلق أو بنحوه المقيد ولا أمتلك كذلك المعطيات الكاملة ولا أقوم بلي أعناق الأحاديث لأجل أن أطبقها على الموضوع الذي يأخذني هوايا إلى أن أطبق هذه الأحاديث علي أحدثكم وفقا للمعطيات المتوفرة وقد شرحت مرارا وكرارا طريقتي وأسلوب في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور وبنحو موجز وسريع أذكركم به لا أعتمد إلا على أحاديثنا التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة الكافي وما كان مؤلفا قبل الكافي أو بعد الكافي من نفس المصادر من نفس مصادر حديث أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم فإنني أعتمد الأحاديث التي وردت في كتبنا الأصلية القديمة لا أريد أن أدخل في التفاصيل فقد شرحت هذا كرارا ومرارا بإمكانكم أن تعود إلى الحلقات المختصة بمثل هذا الموضوع ثانيا أعتمد الروايات والأحاديث الواضحة البينة التي لا غبار عليها بسبب التحريف أو التصحيف أو لأنها متشابهة وهذا التشابه إما أن يكون من أصل البيان أو أنه قد طرأ عليها بسبب ضحف الروات في النقل وهناك تفاصيل أخرى لا أريد أن أتناولها في هذه الحلقة لأن الحلقة ليست معدة لذكر هذه التفاصيل لذا فإنني حين أحدثكم عن العباسيين الجدد وفقا للمعطيات المتوفرة وبحسب الأسلوب والمنهج الذي أعتمده في التعامل مع أحاديث الغيبة والظهور وقد أشرت إليه الآن إجمالا وفصلته فيما سبق من برامج المبثوثة على الشبكة العنكبوتية والتي يعاد بثها أيضا على هذه الشاشة من هنا سيكون الحديث في دائرة النصوص من جهة وفي دائرة الواقع من جهة أخرى سأحدثكم في اتجاهي الاتجاه الأول في أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه والاتجاه الثاني في الواقع التأريخي وفي الواقع المعاصر ما بين العباسيين القدماء والعباسيين الجدد قطعا مثل هذه المطالب تحتاج إلى أكثر من حلقة ولذا قلت لكم هذه الحلقة هي الجزء الأول من حديثي الذي عنونته العباسيون القدماء والجدد نذهب إلى فاصل إذن سيكون كلامي في اتجاهي الاتجاه الأول النصوص والاتجاه الثاني الواقع أتحدث عن الواقع التأريخي القديم وعن الواقع المعاصر الذي نعايشه هذه الأيام سأبدأ من النصوص من الأحاديث وقبل أن أتناول الأحاديث التي ترتبط بنحو مباشر بالعباسيين الجدد أو بتعبير آخر بالعباسيين الذين سيشكلون الحكم العباسية الثانية في بغداد لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث بأحاديث الغيبة بأحاديث العلامات بأحاديث العباسيين الجدد لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث هناك بسبب الجهل من يردد من أن الاهتمام بأحاديث العلامات ليس أمرا صوابا لا أريد أن أرد على هؤلاء الجهال والحمق والسفهاء الذين يتصورون أنفسهم أنهم على ثقافة أو فهم أو وعي أحاديث أحاديث أهل البيت دالة على نفسها بنفسها أحاديث أهل البيت هي التي تخبرنا من أن حديثهم حياة للقلوب فأحاديث الغيبة والظهور كثيرة وكثيرة جدا لو لم تكن أساسا لحياة القلوب لما فاضت من شفاههم الطاهرة القضية واضحة ولا أعبأ بما يقوله الجهال والسفهاء إن كانوا من أصحاب العمائم أو كانوا من أولئك الذين يعدون أنفسهم من المثقبين وليس المثقفين من المثقبين الذين ثقبهم إبليس بأصناف الثقوب اهتمامنا بهذه الأحاديث لأنها ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه إمام زماننا الذي هو ديننا إمام زماننا الذي هو عقيدتنا أحاديث الغيبة والظهور ترتبط بشؤون إمام زماننا وجزء من معرفة إمام زماننا أن نعرف شؤونه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية هناك معرفة الإمام بما هو هو بحدود عقولنا ومداركنا وهناك معرفة مقاماته ومنازله الغيبية وهناك معرفة شؤون إمامته الدينية الشرعية التي تلامس حياتنا الدينية والدنيوية على حد سواء وهناك شؤون مختلفة ترتبط بإمام زماننا شؤون الغيبة والظهور هي من شؤونه صلوات الله وسلامه عليه إنها تشكل جانبا من معرفتنا بإمام زماننا فكيف لا نهتم بها اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور اهتمام بشؤون إمام زماننا واهتمامنا بشؤون إمام زماننا أمر واجب لأنه يشكل جانبا من معرفتنا بإمام زماننا النقطة الثانية أحاديث الغيبة والظهور هي معطيات هي معطيات ترتبط بواقعنا وبالواقع من حولنا ومن خلال معرفتنا بواقعنا وبالواقع من حولنا نستطيع أن نشخص تكليفنا الشرعي ونستطيع أن نشخص موقفنا العقائدي على سبيل المثال أقرأ عليكم ما جاء في غيبة النعماني طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الحادية والستين بعد المئة الحديث الثالث بسنده عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور قال قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إذا أصبحت وأمسيت الخطاب لي ولكم لشيعة إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد لا ترى بعينك بحسها الباصري إمام زماننا شاهد ومشهود وشهيد لكنه غائب عن أبصارنا وفي الحقيقة أبصارنا هي التي غائبة عنه فهو مطلع على أبصارنا ولحظات عيوننا وما يجري في دواخل صدورنا إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب وابغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء هذه أحاديث شؤون الغيبة والظهور إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فاحبب من كنت تحب وابغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي قطعا وفقا للمنهج الصحيح وانتظر الفرج صباحا ومساء أقرأ عليكم ما جاء في الجزء الثامن من الكاف الشريف طبعة دار التعارف بيروت لبنان في الصفحة الخامسة والثمانين بعد المئة إنه الحديث الثاني والتسعون بعد المئتين بسنده بسند الكليني عن إسماعيل البصري قال قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول تقعدون تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش إلا هكذا هذا هو التيار الفكري المجتمعي الذي حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي أدعوكم إلي إنني أخاطب الذين يعيش بين جوانحهم وفي صدورهم همهم العقائدي المهدوي أخاطب هؤلاء من أبنائي وبناتي وأخواني وأخواتي من أشياع الحجة ابن الحسن في أي موقع في الأرض في أي مكان يصل صوت هذا إليه في هذه اللحظة أو بعد هذه اللحظة إسماعيل البصري يحدثنا عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه الإمام يسأله تقعدون في المكان فتحدثون وتقولون ما شئتم وتتبرؤون ممن شئتم وتولون من شئتم قلت نعم قال وهل العيش إلا هكذا إمامنا يريد منا أن نعيش هكذا وهذا هو الذي دعوتكم إليه أعود إلى الرواية إذا أصبحت وأمسيت يوما لا ترى فيه إماما من آل محمد فأحبب من كنت تحب بحسب ما مر الكلام في رواية الكافي فأحبب من كنت تحب وأبغض من كنت تبغض ووالي من كنت توالي وانتظر الفرج صباحا ومساء انتظار الفرج بهذه الطريقة هذا يعني أنك تواصل العمل وانتظر الفرج صباحا ومساء ما قال الإمام وانتظر قال وانتظر الفرج صباحا ومساء هناك حماس هناك همة هناك انتظار متواصل هناك عمل هناك جدية في هذه الحياة وانتظر الفرج صباحا ومساء هذه الروايات والأحاديث هي التي تشخص لنا تكليفنا الشرعي وتعيننا على تشخيص موقفنا العقائدي في صفحة الخامسة والستين بعد المئة من المصدر نفسه من غيبة النعماني المتوفى سنة ثلاثمية وستين للهجرة وهو تلميذ الكليني صاحب الكافي وكان كاتبا للكافي كان معينا للكليني في كتابة الكافي الحديث الأول بسنده بسند النعماني عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه أقرب ما يكون هذه العصابة العصابة المجموعة من الناس التي اتفقت على عقيدة واحدة على هدف واحد أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس وأحاديث أهل البيت واضحة من أن الله سبحانه وتعالى إذا ما كره لأهل البيت جوار قوم رفعهم غيبهم عنهم أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم هذه أحاديث الغيبة والظهور هي التي تخبرنا بتكليفنا الشرعي وتشخص لنا موقفنا العقائدي فكيف لا نهتم بها أقرب ما يكون هذه العصابة من الله وأرضى ما يكون عنهم إذا افتقدوا حجة الله فحجب عنهم ولم يظهر لهم ولم يعلموا بمكانه وهم في ذلك يعلمون ويوقنون أنه لم تبطل حجة الله ولا ميثاقه فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء فإن أشد ما يكون غضب الله على أعدائه إذا افتقدوا حجته فلم يظهر لهم وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون تكون الغيبة عندهم بمنزلة المشاهدة مثل ما حدثنا أبو خالد الكابلي عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من أن أهل زمان غيبته الحديث عن زمان غيبة الحجة بن الحسن أفضل من أهل كل زمان لماذا لأن الغيبة تكون عندهم بمنزلة المشاهدة وقد علم الله عز وجل أن أولياءه لا يرتابون ولو علم أنهم يرتابون ما غيب حجته طرفة عين عنهم ولا يكون ذلك إلا على رأس شرار الناس إلا على رأس شرار الناس حينما ينتشر الشر في المجتمع ومن هنا بدأت الغيبة وهذا جزء من أسرارها أتحدث عن بداياتها الأولى بعد استشهاد إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه فعندها توقعوا الفرج صباحا ومساء الحديث الثاني بنفس المضمون الذي مر في الحديث الأول وجاء الكلام صريحا فعندها فتوقعوا الفرج صباحا ومساء طلبا للإيجاز قرأت ما يرتبط بموطن الحاجة من الحديث لأنني أرى الوقت يجري سريعا أذهب أذهب بكم إلى مثال آخر من أحاديث العترة الطاهرة في الصفحة الرابعة والسبعين بعد المائتي إنه الحديث الحادي والثلاثون بسنده بسند النعماني عن هشام بن سالم وهو من الشخصيات الشعية المعروفة قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول هما صيحتان الإمام يتحدث عن الصيحة التي ستكون في شهر رمضان وهي من العلامات الحتمية تكون الصيحة في صبيحة يوم القدر في فجر يوم الجمعة في صبيحة اليوم الثالث والعشرين من شهر رمضان وسيكون الظهور في شهر المحرم الذي يلي شهر رمضان هذا حينما تقع فيه الصيحة بعد انتهاء السنة في بداية السنة القادمة سيكون الظهور الإمام يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية الذي عندنا في الروايات والأحاديث أن الصيحة الأولى تكون في نهاية ليلة القدر وفي أول يوم القدر عند الفجر والصيحة الثانية التي هي صيحة إبليس ستكون في بداية الليلة التي تلي ليلة القدر عند الغروب في نهاية يوم القدر فيبدو أن الراوي الذي نقل الرواية قد التبس عليه الأمر وإلا فإن الأمر واضح في أحاديث هم هناك صيحتان صيحة جبرائيل تكون عند فجر يوم القدر وفي اليوم نفسه عند الغروب ستكون هناك صيحة أخرى هي صيحة إبليس عن هشام بن سالم يقول سمعت أبا عبد الله يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية وأستبعد كثيرا أن هشام بن سالم هو الذي ارتبك في النقل فهشام بن سالم من رواة الحديث الذين يحفظون الحديث ب شكل جيد كما يبدو من سائر الأحاديث والروايات الأخرى التي يرويها يبدو أن الارتباك من الرواة الذين نقلوا عنه هكذا أظن وهكذا أعتقد قال فقلت كيف ذلك قال فقال واحدة من السماء وهي صيحة جبرائيل في فجر يوم القدر وواحدة من إبليس وهي صيحة إبليس عند الغروب من اليوم نفسه فقال واحدة من السماء وواحدة من إبليس فقلت وكيف تعرف هذه من هذه فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون كان على الطلاع على أحاديث الغيبة والظهور كان على الطلاع على أحاديث العلامات عرفتم الآن لماذا لا أعبأ بكلام هؤلاء الجهال والسفهاء من أصحاب العمائم حتى لو كانوا من آيات الله العظمى من هؤلاء العمير أو كانوا من أولئك المثقبين من الأحزاب الشعية القطبية القذرة هذا كلام إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه حين سأله هشام بن سالم فقلت وكيف تعرف هذه من هذه كيف تعرف صيحة جبرائيل من صيحة إبليس فقال يعرفها من كان سمع بها قبل أن تكون حديث آخر في صفحة الثانية والسبعين بعد المائتين إنه الحديث الثامن والعشرون بسنده بسند النعماني عن زرارة ابن أعيان قال سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير إن فلانا إن الحجة بن الحسن إن فلانا هو الأمير وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون قلت فمن يقاتل المهدي بعد هذا إذا كان الناس يسمعون هذا النداء من السماء فمن يقاتل المهدي بعد هذا فقال إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمي إن فلانا إن السفيانية إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمي قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب قال قال الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا مثل ما أفعل لكم الآن يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون إنه برنامج قناة القمر إنه مشروع مؤسسة القمر للثقافة والإعلام هذا هو الذي أضعه بين أيديكم هذه كلمات العترة الطاهرة أقرأ عليكم الرواية مرة أخرى كي تعرف أهمية الإطلاع على أحاديث الغيبة والظهور زرارة يقول سمعت الصادقة صلوات الله وسلامه عليه يقول ينادي مناد من السماء إن فلانا هو الأمير وينادي مناد إن عليا وشيعته هم الفائزون قلت زرارة يقول فمن يقاتل المهدية بعد هذا الإمام الصادق يجيب إن الشيطان ينادي إن فلانا في روايات أخرى إن عثمان وسهياني اسمه عثمان وقد يراد من عثمان هذا الذي يذكره الشيطان هو عثمان بن عفان يراد يراد من ذلك عنوان السقيفة أتحدث عن سقيفة بني ساعد فقال إن الشيطان ينادي إن فلانا وشيعته هم الفائزون لرجل من بني أمية فعثمان بن عفان من بني أمية وعثمان بن عمس السفياني من بني أمية قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب فأجاب الصادق صلوات الله عليه يعرفه الذين كانوا يروون حديثنا ويقولون إنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون من هنا قلت لكم من أن أحاديث الغيبة والظهور تشكل معطيات مهمة في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وأعتقد أن نماذج الأحاديث التي تلوتها عليكم تشير إلى هذه الحقيقة بوضوح بوضوح نذهب إلى فاصل من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباطر صلوات الله وسلامه عليه جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن نواه وليس في الرأيات أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستخيم صار واضحا لديكم من أن اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور ومن جملتها أحاديث العلامات أولا إنها ترتبط بشؤون إمام زماننا ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا هي جزء من معرفة إمامنا صلوات الله عليه الذي هو ديننا وأساس عقيدتنا وثانيا هذه الأحاديث تشكل معطيات مهمة لتشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وضربت لكم أمثلة من هذه الأحاديث ومن أن الناجين في فتنة الصيحتين هم الذين كانوا يروون الحديث ويقولون من أنها ستكون ستكون هذه الفتنة قبل أن تكون لأنهم كانوا يروون أحاديثها وهم يعلمون أنهم محقون وصادقون فيما ينقلون من حديثهم من حديث أئمتهم صلوات الله عليه النقطة الثالثة اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور وبأحاديث العلامات هو ذكر لإمام زماننا فهذه الأحاديث تذكرنا بإمام زماننا حينما نهتم بها فإن ألسنتنا ستكون ذاكرة لإمام زماننا وقلوبنا ستكون ذاكرة ومهتمة بشؤون إمام زماننا وذكر إمامنا هو ذكر الله من ذكره فقد ذكر الله ذكرهم الذكر الأكبر في الكتاب الكريم هكذا عبر القرآن عن ذكرهم من أنهم الذكر الأكبر مثل ما جاء في تفسيرهم لقرآنهم صلوات الله عليهم في رواياتهم وأحاديثهم التفسيرية من أن الذكر الأكبر في القرآن هو ذكرهم هم صلوات الله عليهم فاهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو ذكر لإمام زماننا وذكر إمام زماننا هو ذكر الله والقاعدة التي علمنا إياها أئمتنا من أن ذكر الله حسن على كل حال مطلوب في كل زمان ومكان ومن هنا فإن مداومة ذكر أحاديث الغيبة والظهور داخل في هذه القاعدة أية قاعدة قاعدة ذكر الله من أن ذكر الله حسن على كل حال أقرأ عليكم من علل الشرائع للصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة في الجزء الثاني وفي الباب الثاني العلة التي من أجلها فرض الله عز وجل الصلاة علة فرض الصلاة علينا الحديث الأول بسنده بسند الصدوق عن هشام بن الحكم هشام بن الحكم يسأل الإمام الصادقة عن علة الصلاة هكذا يقول سألت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه عن علة الصلاة فإن فيها مشغلة للناس عن حوائجهم ومتعبة لهم في أبدانهم إلى أن يقول إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه وأراد الله تبارك وتعالى ألا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عن يغفل عن محمد وينسوه فيندرس ذكره ذكر الله لا يندرس لكن ذكر محمد بسبب الناس وبسبب السياسة وبسبب الكفر والضلال يمكن أن يندرس وأراد الله تبارك وتعالى أن لا ينسيهم أمر محمد صلى الله عليه وآله ففرض عليهم الصلاة يذكرونه في كل يوم خمس مرات ينادون باسمه وتعبدوا بالصلاة وذكر الله لكي لا يغفل عنه يغفل عن ذكر محمد لكي لا يغفل عنه وينسوه فيندرس ذكره الصلاة الواجبة شرعت لأجل أن نذكر محمدان وآل محمد في زمان إمامة كل إمام فإن علة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر إمامنا لأجل أن تذكر الشيعة إمامها في أوقات الصلاة في زماننا هذا حينما نصلي فإن الحكمة من صلاتنا أن نذكر إمام زماننا فهو الوجه الذي إليه نتوجه أي نوجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أحاديثهم هي منزلة من منازل الذكر إننا نديم ذكر أحاديث الغيبة والظهور لأجل أن نديم ذكر إمام زماننا لماذا الشيعة عبر القرون وإلى يومنا هذا لا يحيطون علما بالثقافة المهدوية الأصيلة لماذا لأن الحوزة الطوسية الضالة القذرة قد غيبت الإمام عن شيعته وغيبت الشيعة عن إمامها لماذا لأنهم وقفوا قطاع طريق أتحدث عن المراجع الطوسيين الضالين البتريين وقفوا قطاع طريق فيما بين الإمام وبين شيعته هذا هو الواقع الشيعي فإدامة ذكر الأحاديث المهدوية فيما يرتبط بشخص الإمام وما يرتبط بمقاماته وما يرتبط بشؤون ولايته وما يرتبط بعلاقتنا معه من خلال الزيارات والأدعية والمناجيات وما يرتبط بشؤون غيبته وشؤون ظهوره وما يرتبط بشؤون عالم الرجعة من بعده فظهوره مقدمة للرجعة العظيمة وما يرتبط بعلامات ظهوره ومجريات ما يجري من الملاحم والفتن زمان الغيبتين أتحدث عن الغيبة الأولى وعن الغيبة الثانية التي نعيش أيامها الطويلة كل هذا كل هذا جعل الشيعة لا يدركون العلاقة الصحيحة مع إمام زمانهم لأنهم لم يطلعوا على هذه التفاصيل ولم يحيط علماً بها مراجع النجف وكربلاء يضعفون هذه الأحاديث ولا يرغبون في ذكرها وشرحها ويغيبون الإمام عن شيعته ويحولون الشيعة إلى حمير ديخيين ويربطون الشيعة بهم وهم لا يفقهون شيئاً من معارف إمام زمانه غاية ما عندهم يضحكون على الشيعة بالتقليد والخمس وما يوقعون فيه الشيعة من ضلال في أحكام حجهم حيث يلعبون عليهم يلعب على الشيعة وكلاء المراجع ومبلغ المراجع يلعبون على الشيعة في مناسك حجهم وما يأخذون منهم من الكفارات وما يعبثون بنسائهم حكاية الحاج وحملات الحاج حكاية طويلة فعلة تشريع الصلاة لأجل أن نذكر محمدا وآل محمد والحكمة من صلاتنا في زماننا هذا أن نذكر إمام زماننا في نفس هذا المسار وفي نفس هذا الاتساق فإن ذكرنا للأحاديث المهدوية على اختلاف شؤونها هو تجديد ذكر لإمام زماننا وهو تطهير لقلوبنا وعقولنا وألسنتنا بذكر إمام زماننا وذكر شؤونه بغض النظر أن الوقائع التي نتحدث عنها ستقع أو أنها لا تقع فإننا حينما نتحدث نعلم أن قانون البداء حاكم على كل الوقائع والأحداث نذهب إلى فاصل إننا زهرائيون إننا زهرائيون إننا زهرائيون إننا زهرائيون فاطمة يا فاطمة يا فاطمة يا فاطمة خلي تسمع الخليق خلي تسمع عن الملال فاطمة الدر الإله وهي قرآن الأمان ما أقدر أصف معدنها ربك من نور كونها وحج على الحج اجعينها وبسرار البارم أم منها نور الرحمن نور الرحمن صارت برهان نور الرحمن صارت برهان إننا زهرائيون إننا زهرائيون إننا زمرائيون فاطمة يا فاطمة يا فاطمة كل القرآن صارت فرهان كل القرآن صارت فرهان يا فاطمة نقطة رابعة اهتمامنا بأحاديث الغيبة والظهور هو جزء من واجبنا في التمهيد للمشروع المهدوي الأعظم أقرأ عليكم من الكاف الشريف هذا هو الجزء الأول وطبعة دار الأسوة طهران إيران في الصفحة الخمسين إنه الحديث التاسع بسنده بسند الكليني المتوفى سنة ثلاثمية وثمانية وعشرين للهجرة عن معاوية ابن عمار قال قلت لأبي عبد الله للصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم تلاحظون هذا المنطقة هو المنطق الذي مرت إشارة إليه قبل قليل في رواية إسماعيل البصري حينما سأله الإمام الصادق تقعدون في المكان وتقولون ما تقولون وبعد ذلك قال الإمام وهل العيش إلا هكذا هذه ملامح التيار الفكري المجتمعي الذي يحمل هم العقيدة المهدوية عدوا إلى الحلقات السابقة ومازجوا بين هذه المضامين في كلماتهم وأقوالهم وأحاديثهم وبين ما ذكر هناك معاوية ابن عمار يقول للصادق صلوات الله عليه رجل راوية لحديثكم يبث ذلك في الناس ويشدده في قلوبهم وقلوب شيعتكم لعل عابداً من شيعتكم ليست له هذه الرواية أيهما أفضل قال الراوية لحديثنا يشدد به قلوب شيعتنا أفضل من ألف عابد وعدد الألف وعدد الألف ليس عدداً رياضياً هنا أكثر عدد في لغة العرب هو هذا أكثر فحينما إمامنا الحسن العسكري والطبعة طبعة ذوي القربة الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الثانية بعد العاشرة بعد الثلاثمائة صفحة ثلاثمائة واثنعاش إنه الحديث الثاني والعشرون بعد المائتين عن إمامنا موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه فقيه واحد إنه من فقهاء العترة لا من فقهاء الحوزة الطوسية القذرة فقيه واحد هذا الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله عليه ويقول أعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا فإنا لا نعد الفقيه منهم من رواة الحديث هؤلاء فقيها حتى يكون محدثا فقيل له أو يكون المؤمن محدثا قال يكون مفهما والمفهم محدث الفقيه الفقيه هذا من هذا الصنف وليس من أولئك الثولان الأغبياء الذين ضلوا وأضلوا الشيعة بالمنهج الطوسي القذر إمامنا إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليمي ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد ولذا فإنه سيوظف المراجع العظام في حربه في حربه لأن المراجع العظام هم جنود إبليس هم نواب إبليس وما هم بنواب صاحب الزمان فقيه واحد ينقذ يتيما من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليمي ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا همه الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد قلت لكم هذه الأرقام ما هي بأرقام رياضية ما هي بنهايات رياضية هذه أرقام تشير إلى المال نهايات أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم كي تعرفوا قيمة أحاديث أهل البيت وكي تعرفوا قيمة البرامج التي تتابعونها عبر هذه الشاشة وكي تأخذوا ذلك بنظر الاعتبار في عملكم إذا ما وفقتم لصناعة تيار فكري مجتمعي يحمل هم العقيدة المهدوية فقيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه لا من تفسير النواصل هذه لعنة ستحل على الذي يعلم وعلى الذي يتعلى وإنما من تفسيرهم بحسب منهج الغديرين فقيه واحد ينقذ يتيماً من أيتامنا المنقطعين عنا وعن مشاهدتنا بتعليم ما هو محتاج إليه أشد على إبليس من ألف عابد لماذا يا ابنه رسول الله لماذا يا باب الحوائج لأن العابد همه ذات نفسه فقط وهذا الفقيه وهذا همه مع ذات نفسه ذات عباد الله وإمائه لينقذهم من يد إبليس ومردته ولذلك هو أفضل عند الله من ألف ألف عابد هذه ثقافة العترة الطاهرة في توقيعي إسحاق بن يعقوب أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة للصدوق وطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة صفحة 511 وهذا هو المصدر الأصل للتوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليه هذا الخطاب موجه لكل الشيعة ليس موجها لصنف معين من الشيعة هذا خطاب موجه لكل الشيعة إسحاق بن يعقوب من الشيعة فرد من أفراد الشيعة وجه أسئلة إلى إمام زماننا وهذه الأسئلة يسألها كل الشيعة وهذا الجواب لكل الشيعة وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليها الشيعة 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 إذا لم يكن مثقفا بثقافة أهل البيت ولم يكن على الطلاع ولو بنحو محدود على شيء من حديث أهل البيت كيف يستطيع أن يميز رواة الحديث ما هذا الكلام الناس تتداوله فحينما يقال للناس من أنكم إذا ما أصبتم بالمرض الفلاني فراجعوا الأطباء الفلانيين بهذا الاختصاص إذا لم يكن عند الناس من ثقافة طبية ولو بنحو محدود ومحدود جدا ولم يكن عند الناس من معرفة بالأطباء وأسمائهم واختصاصاتهم هل يستطيعون أن يصلوا إلى المكان الصحيح ما هي ثقافة الناس بنحو عام تجري بهذه الطريقة في كل الاختصاصات وفي كل شؤونات الحياة على الأقل بالنسبة للنخبة المثقفية الإعلاميون الأكاديميون حملة الشهادات من المتدينين من المنتظرين لابد أن تكون عندهم ثقافة في حديث أهل البيت ولو بنحو محدود حتى يستطيع أن يشخصوا رواة الحديث وإلا ليس من المعقول أن نذهب إلى راوية الحديث بنفسه وهو يزكي لنا نفسه ويقول أنا راوية حديث وأنا الأفضل وعليكم أن تعودوا إليه هذا الكلام ليس منطقيا ما هو هذا الذي تفعله المرجعية يقولون لكم ميز المراجعة من خلال المعممين من أتباعه أي كلام هذا قطعا المعممون من أتباعهم سيمدحونه هم هم مراجع الشيعة في تقييم رواة الحديث حينما يمدح الراوي نفسه لا يقبلون متحه لنفسه ولكنهم حينما يمدحون أنفسهم يضللون الشيعة إنهم يمدحون أنفسهم من خلال اللحسية واللقامة والعظامة من خلال هؤلاء الذين حولهم من اللوقية والحضربشية من هؤلاء المعممين الهتلية السرسرية من وكلاء المراجع وممن هم في حواشيهم يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة يا خبرة يا أهل الخبرة يا طاحت حاط كل واحد من ذول المراجع عند مجموعة منها الهتلية يثبتون أعلميته ويثبتون أورعيته وهو لا عالم ولا ورع ولا بطيخ ما يسوى لقن درعتك بس يضحكون عليكم من يرجعون الأحاديث أهل البيت وإلى رواة الحديث إذا كان الراوي ينقل رواية فيها مدح له يرفضون مدحه لنفسه ويشككون في الرواية فهذا إلزام على الشيعة ومن هنا فإن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول في كلماته وأحاديثه وأنا أقرأ عليكم من الكاف الشريف لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه هذا الكلام لكل الشيعة ليس للمتخصصين لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم بالسياط حتى يتفقه المتخصصون هو هذا شغلهم يتفقهون الإمام لا يتحدث عن زرارة هنا لأن الإمام يقول عن زرارة وأمثاله من أنهم أمناء الله على دينه أمناء الله على حلاله وحرامه فهؤلاء هم سادة المتفقهين في الشيعة وإنما يتحدث عن جميع الشيعة فيقول لوددت أن أصحابي ضربت رؤوسهم الإمام هو الذي يضرب رؤوسنا بالسياط حتى نتفقه حتى تستطيعوا حينئذ أن تشخصوا رواة الحديث من هو الراوية الحقيقي لأنه من الآخر إحنا عدنا اثنين عدنا راوي وعدنا واوي فلازم تتعلمون حتى تميزون الراوي من الواوي آل محمد يخرجون لكم الروات الراوي حوزة الطوسي تخرج لكم الواوية الواوي فعليكم أن تميزوا بين الراوي والواوي الواوي هو ابن آوى أكل الدجاج وهناك علاقة بين المعممين والدجاج كعلاقة بنات آوى مع الدجاج أنا متأكد أصحاب العمائم لا يعرفون أن ابن آوى تجمع على بنات آوى وليست على أبناء آوى لأنني أقرأ في كتبهم حينما يتحدثون عن بنات آوى عن جمع ابن آوى يقولون أبناء آوى ليس في العربية أبناء آوى ابن آوى في العربية تجمع على بنات آوى هذا مصداق من جهلهم من جهل هؤلاء الآيات وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم فعليكم أن تمتلكوا شيئاً محدوداً من الإطلاع على أحاديث الغيبة والظهور كي تشخصوا موقفكم وكي تعرفوا هؤلاء الذين هم حجة عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هل يعرفون إمامه هل يعرفون شؤون إمامهم وإلا كيف يكونون نواباً وحجة عن صاحب الأمر وهم لا يبقون شيئاً في هذا المجال أعتقد أن الصورة صارت واضحة لديكم الآن لماذا نهتم بأحاديث الغيبة والظهور لماذا نهتم أساساً بحديث أهل البيت بنحو عام وبأحاديث الغيبة والظهور بنحو خاص بشكل سريع أولاً لأنها ترتبط بشؤون إمام زماننا ومعرفتنا بشؤون إمام زماننا جزء من معرفتنا به وثانياً لأنها تشكل جانباً من المعطيات المهمة في تشخيص تكليفنا الشرعي وتعيين موقفنا العقائدي وثالثاً هي ذكر لإمام زماننا وذكر إمام زماننا عبادة ذكره ذكر الله وذكر الله حسن على كل حال ومطلوب منا في كل زمان ومكان رابعاً كي يستطيع الشيعي أن يميز رواة الحديث ولو بدرجة من الدرجات لأن يكون جاهلاً بالمطلق ومن هنا فإن هؤلاء السفلة في حوزة الطوسي يضحكون عليكم يقولون لكم لا بد أن تقلدوا الأعلم والأعلم يشخصه أهل الخبرة فمن هم أهل الخبرة الذين شخصوا أن السيستانية هو الأعلم ليس الآن بعد أن ملأوا جيوبهم بالأموال إنما أتحدث عن اللحظة التي نصب فيها مرجعاً على الشيعة من قبل محمد تق الخوي من هم الذين شهدوا له بالأعلمية في ذلك الوقت لا يوجد ولا شخص واعد وهذه الحكاية تجري على الشيعة دائماً في الماضي وفي الحاضر وستجري عليهم في المستقبل يقولون لكم عودوا إلى أهل الخبرة من هم أهل الخبرة وكلاء المرجع تلامذة المرجع الذين ملأوا بطونهم من الحرام الذي يسرقه المرجع لهم بفتاوى هؤلاء هم أهل الخبرة باتت الصورة واضحة وبينة وجلية نذهب إلى فاصل عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه من تكنم في الله هلأ ومن طلب الرئاسة هلأ ومن دخله العجب هلأ اشتدت مؤونة الدنيا والدين فأما مؤونة الدنيا فإنك لا تمد يدك إلى شيء منها إلا وجدت فاجراً قد سبقك إليه وأما مؤونة الآخرة فإنك لا تجد أعواناً يعينونك عليه إمامنا الكاظم صلوات الله عليه يقول لأحد أولاده يا بني إياك أن يراك الله في معصية نهاك عنها وإياك أن يفقدك الله عند طاعة أمرك بها وعليك بالجد ولا تخرجن نفسك من التقصير في عبادة الله وطاعته فإن الله لا يُعبد حق عبادته وإياك والمزاح فإنه يذهب بنور إيمانك ويستخف مروتك وإياك وإياك والضجر والكسل فإنهما يمنعان حظك من الدنيا والآخرة بيانت لكم أولاً على أي أساس إنني أحدثكم عن العباسيين الجدد إنني أحدثكم وفقاً للمعطيات المتوفرة بحسب النصوص وبحسب الواقع وسأبدأ بالنصوص وبينت لكم أيضاً لماذا الاهتمام بهذه الأحاديث ولماذا الاهتمام بأحاديث الغيبة والظهور عموماً ما أحاديث العباسيين الجدد إلا مصداق من منظومة حديثية كبيرة تتناول شؤون الغيبة المهدوية والظهور القائمة سأبدأ معكم من النصوص وأترك الحديث عن الواقع عن الواقع التاريخي وعن الواقع المعاصر إلى أن أكمل حديثي في أجواء النصوص أبدأ من النقطة الأولى النقطة الأولى يمكنني أن أعنونها عباسيون قدماء وجدد هذا هو الحديث الرابع أقرأ عليكم من غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة السابعة والخمسين بعد المائتين بداية سند الحديث الرابع في الصفحة الثامنة والخمسين بعد المائتين عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ملك بني العباس يسر لا عسر ملك بني العباس يسر لا عسر الموجود في سائر الأحاديث من أن ملك بني العباس عسير لا يسر فيه وهذا هو الذي قلت لكم في بداية حديثي من أن الأحاديث لا تخلو من تحريف أو تصحيف إذا نظرنا إلى كل الأحاديث بخصوص حكم العباسيين الأول والثاني فإن الروايات تقول من أن حكمهم عسير وليس يسير ملك بني العباسي ملك بني العباسي يسر لا عسر فيه يمكن أن يقرأ الحديث بهذه القراءة لكن انقطاعا سيكون في الحديث دولتهم دولتهم لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيل الطيلسان الطيلسان أمة من الأمم التي تعيش في المناطق المجاورة لإيران فهذا الحديث يمكن أن يقرأ هكذا ملك بني العباسي يسر لا عسر فيه دولتهم دولتهم يعني الزمان الموافقة لهم يعني الزمان الذي سيعيشون فيه بحسب ما يريدون ويمكن أن يقرأ الحديث هكذا ملك بني العباسي يسر لا عسر فيه وينقطع الكلام دولتهم لو اجتمع عليهم الترك والديلم والسند والهند والبربر والطيلسان لن يزيلوا ولا يزالون في غضارة من ملكهم الغضارة النعيم ولا يزالون في غضارة من ملكهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم حتى يشذ عنهم مواليهم وأصحاب ألويتهم أصحاب الألوية هم القادة العسكريون ويسلط الله عليهم علجاً يخرج من حيث بدأ ملكهم بدأ ملكهم من خراسان ويسلط الله عليهم ويسلط الله عليهم علجاً يخرج من حيث بدأ ملكهم لا يمر بمدينة إلا فتحها ولا ترفع له راية إلا هدها ولا نعمة إلا أزالها الويل لمن ناوى فلا يزال كذلك حتى يظفر ويدفع بظفره إلى رجل من عترة يقول بالحق ويعمل به الرواية هذه رواية مختلة والرواية هذه وردت من طريق المخالفين لأهل البيت إذا رجعنا إلى السند فإن سند يشير إلى هذا لكن المعنى الإجمالية قد تكرر في أحاديثهم ورواياتهم الشريفة الرواية فيها تصحيف الرواية فيها تحريف تحريف لغوي وتحريف معنوي وفيها تصحيف واضح لكنها بالإجمال تتوافق مع سائر الروايات والأحاديث التي وردت عنهم الذي أردت أن أشير إلي من أن الرواية تتحدث عن العباسيين القدماء ووجود العباسيين القدماء معروف لدينا جميعا له حاجة لأن أذكر لكم أدلة على وجودهم ووجود دولتهم أقرأ أيضا ما جاء في تفسير القم وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان في الصفحة الثامنة والثمانين بعد المائتين القم علي بن إبراهيم يقول حدثني أبي أبوه إبراهيم بن هاشم القم حدثني أبي عن محمد بن الفضيل عن أبيه عن أبيه الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال قلت له الفضيل بن يسار يقول للباقر صلوات الله عليه جعلت في ذاك بلغنا أن لآل جعفر راية آل جعفر يتحدث عن جعفر الطيار بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين حديث عن الحكم الأول وعن الحكم الثاني بلغنا أن لآل جعفر راية ولآل العباس رايتين فهل انتهى إليك من علم ذلك شيء فقال الإمام الباقر أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء ليس لهم من راية وأما آل العباس فإن لهم ملكا المطبوع هنا مبطن لكن الصحيحة مبطئ المصادر القديمة والنسخ القديمة النسخ القديمة لهذا التفسير جاء فيها مبطئ وليس مبطئ المصادر القديمة التي نقلت عن التفسير أيضا جاء فيها مبطئ وأما آل العباس فإن لهم ملكا مبطئ يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب مبطئ يعني أن حكمهم أن ملكهم سيطول زمانه وهذا هو الذي حصل في الحكم العباسي الأول في الحكم العباسي الأول طال حكمهم نذهب إلى فاصل لحسين أفنيت فتاح دي عيوني من مهدي شنيت لسا في الأرض سمعت فتاح دي عيوني من مهدي شنيت لسا طفي الأرض الله وسمعتي الناعين عحسيا وصوات الناعي تفجا وشفيت كلي اللذي حولي نواضيرهم دماتي دمع وذا بيلها تفت قلي أحلفك يا ابن بي المرضى دميع هايجي يقلي يا عيوم وحليبي برق بتكذيم وتوفي لام من يتخذ مألم لابول يم لابول يم فقال القلب غذيني فهذا الحب ينجيني يكفيني فان يكفي الله الله لحسين أفن أفن توس يكفي العباسيون حكمهم الأول استمر قرون ومن هنا فإن الإمام يقول فإن لهم ملكا مبطأ استمر الحكم العباسي استمر قرون وأما آل العباسي فإن لهم ملكا مبطأ يقربون فيه البعيد ويبعدون فيه القريب وهذه القضية واضحة بقي الحكم العباسي بيد القوميات المختلفة والمتنوعة وسلطانهم عسر ليس يسر هذا هو الأصل في الروايات لا كما مر علينا في الرواية قبل قليل التي نقلت عن أمير المؤمنين وقد حرفت من أن ملكهم يسر لا عسر فيه وسلطانهم عسر ليس يسرا وسلطانهم عسر ليس يسرا حتى حتى إذا أمنوا أمنوا مكر الله وأمنوا عقابه صيح فيهم صيحة لا يبقى لهم مال يجمعهم ولا رجال تمنعهم وهو قول الله حتى إذا أخذت الأرض زخرفها قلت جعلت فداك فمتى يكون ذلك قال أما إنه لم يوقت لنا فيه وقت ولكن إذا حدثناكم بشيء فكان كما نقول فقولوا صدق الله ورسوله وإن كان بخلاف ذلك أي أن البداء تحقق فيه وتغير الأمر وإن كان بخلاف ذلك فقولوا صدق الله ورسوله تؤجر مرتين ولكن يحدثه عن العلامات ولكن إذا اشتدت الحاجة والفاقة وأنكر الناس بعضهم بعضا فعند ذلك توقع هذا الأمر صباحا أو مساء فقلت جعلت في ذاك الحاجة والفاقة قد عرفناهما الفاقة أكثر من الحاجة افتاق إلى الشيء احتاجه بنحو أقوى وأشت فقلت جعلت في ذاك الحاجة والفاقة قد عرفناهما فما إنكار الناس بعضهم بعضا قال يأتي الرجل أخاه في حاجة فيلقاه بغير الوجه الذي كان يلقاه فيه ويكلمه بغير الكلام الذي كان يكلمه حينما لم يكن محتاجا إليه أنا لا أريد أن أقف عند كل الروايات وعند كل التفاصيل ولا أريد أن أعلق على كل كلمة في هذه الروايات إنما أريد أن أقول لكم من أن الروايات والأحاديث أخبرتنا عن راية أولى للعباسي وأخبرتنا عن راية ثانية الحديث الذي قرأته عليكم قبل قليل عن أمير المؤمنين والذي كان فيه تحريف وتصحيف حدثنا عن الراية الأولى هذا الحديث الذي جاء في تفسير القم حدثنا عن رايتين لأن الفضيل ابن يسار حينما سأل الإمام عن راية آل جعفر الإمام قال له أما آل جعفر فليس بشيء ولا إلى شيء وسؤال الفضيل ابن يسار عن رايتين للعباسيين الإمام ما نفى ذلك وإنما حدثه عن حكم العباسيين والذي يبدو لي أن الرواية تعاني من خلل لأن الرواية في أولها الكلام عن الحكم العباسي الأول وفي آخرها الكلام عن الحكم العباسي الثاني لكن الكلام ليس مترابطا بشكل صحيح فهناك بعض الكلام قد سقط من هذه الرواية ولكن بالإجمال فإن الرواية تحدثت عن رايتين لبني العباس على الأقل فإن فإن الإمام إذا اكتفيت بألفاظ الرواية فقط فإن الإمام لم ينفي وجود رايتين للعباسيين وإنما أقر ذلك المشكلة في أن الروايات هذه تعرضت للتحريف والتصحيف وهذا ما أشرت إليه في بداية حديثي من أنني أعتمد على المعطيات المتوفرة مع تعرضها للتحريف والتصحيف وأذهب بكم إلى حديث آخر في غيبة النعماني صفحة ثلاثمية وأربعة عشر إنه الحديث التاسع عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه بسند النعماني عن علي بن أبي حمزة أيام هدايته هذا هو الذي أسس دين الواقفة هذا هو البطائن لكننا نأخذ برواياته وأحاديثه أيام هدايته عن علي بن أبي حمزة قال قال رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر صلوات الله عليه بين مكة والمدينة فقال لي يوما يا علي يخاطب ابن أبي ابن أبي حمزة البطائن يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بن العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني الحديث هنا عن الحكم العباسي الثاني يعني أن العباسيين سيكونون باقين في بغداد حتى يخرج السفياني لأن السفيانية لا علاقة له بالحكم العباسي الأول الإمام الكاظم يقول لعلي ابن أبي حمزة يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بن العباس لسقيت الأرض دماؤهم لا يستطيعون أن يسقطوا الحكم العباسي في بغداد حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم أمر السفياني من المحتوم قال نعم ثم أطرف هنيئة أطرف وأطرق هنيئة بمعنى واحد ثم أطرف هنيئة ثم رفع رأسه وقال ملك بن العباس مكر وخدع يذهب حتى يقال لم يبقى منه شيء يكاد أن يسقط ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء ألا تلاحظون أن هذا المضمون يجري في العراق منذ سنة 2003 وإلى الآن هذا المضمون يجري وسيبقى يجري إلى ظهور السفياني الروايات هكذا تقول أنا لا أقتصر الكلام على الرواية هذه كل الروايات تقول بهذه الحقيقة أقرأ الرواية مرة أخرى عليكم ابن أبي حمزة البطائني يقول رافقت أبا الحسني موسى بن جعفر بين مكة والمدينة فقال لي يوما يا علي لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤه حتى يخرج السفياني قلت له يا سيدي أمره من المحتوم قال نعم ثم أطرفه نيئة ثم رفع رأسه وقال ملك بني العباس مكر وخدع ضعوا العديد من الخطوط الحمراء تحت هذه الجملة ملك بني العباس مكر وخدع يذهب حتى يقال لم يبق منه شيء ثم يتجدد حتى يقال ما مر به شيء هذه الأحاديث التي تلوتها عليكم ما قرأته عليكم قبل قليل من غيبة النعماني من حديث أمير المؤمنين الذي طرأ عليه التحريف والتصحيف وما قرأت عليكم أيضا من تفسير القمي من رواية الرايتين لبني العباس وما جاء في هذه الرواية التي قرأتها عليكم من غيبة النعماني وهناك روايات أخرى وستأتينا أحاديث أخرى هذه الروايات بمجموعها تحدثنا عن وجود حكمين للعباسيين العباسيون القدماء والعباسيون الجدد إذن هذه نقطة واضحة هناك عباسيون قدماء وهناك عباسيون جدد أنتقل بكم إلى نقطة ثانية العراق يحكمه أمويون وبعد ذلك يحكمه عباسي جاء هذا في الروايات والأحاديث أقرأ عليكم من غيبة النعماني من الصفحة السبعين بعد المئتين إنه الحديث الثاني والعشرون بسنده بسند النعماني عن أبي بصير عن أبي جعفر عن إمامنا الباخر صلوات الله وسلامه عليه يقوم القائم في وتر من السنين في سنة فردية يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلف بن أمية وذهب ملكه ثم يملك بن العباس الحديث عن أمويين جدد جدد وعن عباسيين جدد فالإمام يتحدث عن قائمهم يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلف بن أمية وذهب ملكه ثم يملك بن العباس الحديث عن أمويين جدد وعن عباسيين جدد فالإمام يتحدث عن قائمهم يقوم القائم في وتر من السنين تسع واحدة ثلاث خمس وقال إذا اختلف بن أمية وذهب ملكه ثم يملك بن العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينه فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل المشرقي وأهل المغرب ذهب ملكهم لا يعني أنه سقط وإنما بداية سقوطه لأن سقوط العباسيين في الراية الثانية يكون على يد الخراساني والسفياني هكذا حدثتنا الروايات فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل المشرقي وأهل المغرب أهل المشرقي وأهل المغرب الحديث عن مشرق العراقي ومغربه فأهل المشرقي الإيرانيون وأهل المغرب الشاميون ستتجدد اختلافات له حينما يختلف العباسيون في بغداد سيختلف الشاميون اختلاف الرايات الثلاث الأصهب والأبقع والسفياني وبعد مدة وجيزة سيتغلب السفياني والسفياني هو الذي سيسقط الحكم العباسي هذا واضح في الروايات والأحادي فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل المشرقي وأهل المغرب وكذلك فإن اختلافا سيكون في إيران نعم وأهل القبلة المسلمون سيختلفون فيما بينه ويلقى الناس جهدا شديدا مما يمر بهم من الخوف فلا يزالون بتلك الحال حتى ينادي مناد من السماء إنها الصيحة الأولى فإذا نادى فالنفير النفير النفير يعني أنفروا إلينا أنفروا إلينا إذا كان الإمام قد ظهر فانفروا إلينا أو أنفروا إلى الرايات التي تكون ممهدة ومقدمة لنا إنها راية اليماني بالدرجة الأولى إذا ظهر اليماني فانهض إليه أو إلى راية الخراساني فإذا نادى نادى المنادي في السماء فالنفير النفير فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان جديد من السماء أما إنه لا يرد له راية أبدا حتى يموت الرواية بحاجة إلى شرح وبحاجة إلى تفصيل لكنني لست بصدد شرح هذه الروايات إنما أوردها كي أجمع لكم المعطيات والقرائنة مما هو متوفر بين أيدينا فيما يرتبط بالعباسيين الجدد فهذه الرواية وقد تعرضت تعرضت أيضا هذه الرواية إلى حذف هذه النتائج أصل إليها من خلال جمع لكل الروايات حينما أجمع كل الروايات وأقارن فيما بينها فإنني أتلمس مواطن الخلل في هذه الروايات ولذا فأنا أأخذ المضامين الإجمالية منها وهذا هو الذي قلته لكم في بداية حديثي إنني حين أتحدث عن العباسيين الجدد لا أعلم الغيب ولا أمتلك المعطيات الكاملة ولا أحاول لي أعناق الأحاديث لذا أقر من أن الأحاديث تعرضت لتحريف وتصحيف فأنا أتحدث وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا مع أنها قد تعرضت لتحريف وتصحيف الرواية واضحة تتحدث عن الحكم العباسي الثاني الذي يكون مسبوقا بحكم أموي إذا اختلف بن أمية وذهب ملكهم واختلاف البعثيين إذا قلنا من أن البعثيين هم بن أمية وأنا أعتقد هذا أعتقد هذا من خلال المعطيات المتوفرة لا على أساس علم الغيب يعني يبقى الكلام محدودا بحدود المعطيات المتوفرة لو توفرت معطيات جديدة فإن المضامين تتغير لكنني محكوم بما هو متوفر لدي من المعطيات البعثيون متى بدأ سقوطهم حينما اختلفوا حينما خرج أصهار صدام إلى الأردن حسين كامل وحكاية حسين كامل بدايات السقوط من هنا بدأت في داخل بنيتهم في داخل البنية البعثية الصدامية إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم وجود الواو هنا تشير إلى أن ذهاب ملكهم لم يكن بشكل مباشر مع الاختلاف وإنما سيأتي بعد ذلك إذا اختلف بنو أمية وذهب ملكهم بعد ذلك ثم يملك بن العباس مرحلة جديدة فلا يزالون في عنفوان من الملك وغدارة من العيش العباسيون وليس الناس ما هم حكام بغداد الآن هذا حاله في عنفوان من الملك وغدارة من العيش حتى يختلف فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم بدايات ذهاب ملكهم حينما اختلفوا وقد اختلفوا هذه البدايات أنا لست مهتماً بوجودهم أنا مهتم بالسفياني لأن السفيانية العلامة الأهم فإن اختلافهم علامة على ذهاب ملكهم لكن ليس بالضرورة أن يكون في هذه السنة أو في السنة القادمة سيستمرون لسنين الحكاية حكاية اختلاف بني أمي الذين سبقوه ثم يملك بني العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغدارة من العيش حتى يختلفوا فيما بينهم فإذا اختلفوا ذهب ملكهم بعد اختلافهم سيكون هناك اختلاف في المشرق والمغرب اختلاف في إيران واختلاف في الشام وسوريا وفلسطين والأردن والاختلاف قائمة على قدم وساق في هذه البلدان في سوريا وفي لبنان وفي فلسطين اختلافات بين اليهود والعرب اختلافات بين اليهود أنفسهم اختلافات بين العرب أنفسهم اختلافات بين الإسلاميين أنفسهم اختلافات بين غير الإسلاميين أنفسهم أتحدث عن الفلسطينيين الاختلافات في كل مكان فإذا اختلفوا العباسيون الجدد ذهب ملكهم واختلف أهل المشرق وأهل المغرب إلى آخر الكلام لكن الرواية تتحدث في آخرها فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام صلوات الله وسلامه عليه أجواء الرواية هي في الظهور بدايتها يقوم القائم في وتر من السنين آخر الرواية فوالله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام يبايع الناس بأمر جديد إلى آخر الرواية إذن الحديث عن الأمويين هنا عن الأمويين في المرحلة الثانية وعن العباسيين في المرحلة الثانية عن العباسيين الجدد إذا اختلف بني أمية وذهب ملكهم ثم يملك بني العباس فلا يزالون في عنفوان من الملك وغضارة من العيش حتى يختلف فيما بينه فإذا اختلفوا ذهب ملكهم واختلف أهل المشرقي وأهل المغرب وقت الحلقة انتهى الحديث مهم جدا سأكمله لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله شكرا شكرا